اشتركوا في القناة قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ليش بدوا يطردهم يعني من ولا هم معتدين على مال احد ولا هم طاردين احد من دياره ليش لا طيب والرسول اوجد مع اليهود باعتبار انهم من اهل المدينة وثيقة تعايد وثيقة دستور وثيقة وخلص لكن لما خانوا لانه اذا بتلاحظوا خروج كل طائفة منهم كانت فيها حدث مش صدفة مش اجقلهم يا الله برة كان في حدث وحدث خيانة ضخمة تمام طيب طيب كان لك صالح اليهود وليش هم اليهود احتلوا وين كانين محتلين والرسول صالح هم اليهود وين محتلين والرسول صالح هم هون مبدأ التصالح ولكن مضمون التصالح اه لكن هون 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 لما جو اليهود بمساعدة الغرب وطردوا الشعب الفلسطيني وجلسوا ولا يزالوا يمارسوا الاضطهاد ولا يزالوا يمارسوا السرقة لا يزالوا اه ايش اذا شفتوا الكذب بعدين هو اصلا علماء الامة زي ما قالوا بعضهم اجازي الهدن ولم يجيز الصلح الدائم ما حدا قال بجواز يعني ممكن تعمل هدنة زي ما عمل صلاح الدين عمل معابيين هدنة ومؤقتة ثلاثة سنين وثلاثة شهر ما قريش لا ثلاثة سنين وثلاثة شهر ثلاثة سنين وثلاثة شهر شو يعني يعني بعد هيك خلاص وهم هم مهادنين مهادنين اسرائيل من 72 سنة ما حدا لامهم مهم مهادنين اسرائيل من 72 سنة ما حدا لامهم انتم اللي بتشتغلوه ومش هدنة انتم قادين بتكون في الوقت اللي اسرائيل بتموت وهذه النبتة حتى الغرب قرفها بدكم تعطوها ماء الحياة وانتم اصلا اوجدتوها اصلا وحمتوها فيما بعد وقعدين بتقولوا مصالحة وهدنين هذا يا طبعا هذا اليوم بتبتجدوا كثير في الموضوع يعني هم لن يجدوا ما يدل على انه الرسول صالح صالح واعترف لهم بشيء وما فيش اطلاقا في تاريخ حتى في خيبر حتى في خيبر لما كانوا بتآمروا برضو أجل رسول غزة خيبر وفي الأخير قالوا طب خليها بين ايدينا الأرض وبعدين ندفع طيب يا ابنة ما هي أصلا ما هم مش محتلين لخيبر كانوا كانوا موجودين في خيبر مواطنين مواطنين ونتيجة كذا بعدين في الأخير طيب طيب أما قضية خصوصية الجزيرة العرب هذه خصوصية على اعتبار أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب هذا موضوع ثاني ما له علاقة شو الحكمة طيب ما هم برضو العراق برضو بلاد مسلمين وموجودين وسوريا بلاد مسلمين وموجودين وفي كل بلاد مسلمين أصلا موجودين يهود واليهود كانوا لما يضطهدوا في الغرب يهربوا لعندنا والمسلمين اللي يحموهم وهم أصلا زي ما سبق أني قلت في الموسوعة اليهودية جوش انسيكلوبيديا اللي هي ضخمة جدا ولم يترجم منها إلا القليل تحت عنوان The Golden Age اللي هو العصر الذهبي لليهود هم اللي كاتبينها اليهود العصر الذهبي لليهود لما كانوا تحت حكم المسلمين هم بقولوا سموه عصر ذهبي مشيك؟ شو علاقته هذا؟ شو علاقته بقضية أنه واحد أجل سرق البلاد ومش فالسيك وهي عم بقول بدي يضم كمان ومش فالسيك وكل يوم بيمارس القتل وكل يوم لا يزال حربه قائمة مصالحة ايش هاي؟ بعدين حتى لما قالوا هم أنه قال واتفقنا أنه يجمد الصور يجمد يوقف الضم فجانتنياهو قال لا أبدا ما اتفقناش طبعا ليش؟ ليش؟ على فكرة ممكن كله هاي أصلا حتى إعلان الضم هذا لعبة كمان هذا كمان لعبة لأنه وراءه ما وراءه من أمور وكيف بده يأسك وكيف تفاصيل تفاصيل طويلة هو هو طبعا لأنه لما يجي يقول طبعا لازم يقول نتياجه بهذا الكلام لأنه في عنده برضو ناس في داخل تحالفه الحكومي هذا إنه إذا بدي وقف الضم ممكن كلولا إحنا نفرطها فبقول لا أبدا تفقناش كلها لعبة في التصريحات تصريحات وقفنا الضم وقفناش الضم طيب ما هو ما هو أصلا أصلا مين قال مين قال أنه أنت تبقى إنسان محترم لما بتيجي نتيجة ظروف آنية مؤقتة بتيجي أنت بتقبل أنك تبيع تبيع مش أكثر يعني نقول كميش خليني أقول 85% تبيع 85% من وطنك من أجل المحافظة على 15% وليش مين قال لك أنه أنا حدا بقدر يخيجني من المية بالمية من فلسطين إحنا موجودين موجودين الآن المسلمين عفوا العرب العرب في داخل فلسطين التاريخية من كذا سنة بيزيدوا الآن عن عدد اليهود بتلتمية ألف بتلتمية ألف واليهود الآن في مأزق وبعدوها الكمبلة الديمغرافية السكنية يعني وبعدين وين بدأ يعني هاينا موجودين افرض أنه أنا ما قدرتش أنت الآن تحوز على مطالبك اللي هي حق طيب ما هيه هو هو في مأزق وإنت بتتكاثر وإنت بتتكاثر وإنت موجود وأصبح الآن إذا هو عبعدنا في 92 مدة سنة والعالم كله أجبر أنه نرجع الـ 415 العالم كله أجبر إسرائيل ترجع الـ 415 لأول مرة ترضخ ترضخ طبعا هاي تفاصيل هاي شور قصة مش وقته بده درس بده الآن الملايين هاي وين يروح في الملايين الموجودين طيب والملايين قاعدة بتكبر تكبر تكبر ووعي ووعي طيب وعدنا ما بدك تعمل أنت مصلحة أصلا هو أنك أنت إشي وهو إشي مش ضمك مش ضمك شو بده يعمل بعد ما يضمك هو شو بده يعمل يعني هو هذا كلام هذا كلام فبالتالي يعني إحنا الآن قديش معنا وقت ساعة وطولت معناته في كثير قضايا كان لازم نقولها مش قضية وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم بارك الله شكرا